السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع أهم ما يتداول الإعلام الألماني وأهم ما يحصل بألمانيا في الساعات الماضية أصدقائي رح نبدأ اليوم بأول موضوع هو تقرير سنوي لمؤسسة العمل الاتحادية أو الاجنتو فو أبايت حسب التقرير السنوي لهذه المؤسسة الاجنتو فو أبايت فإنه شهر مايو كان هناك حوالي 2.7 يعني مليونين و700 ألف شخص عاطل عنه العمل وبذلك يكون معدل وطالة انخفض من 6% إلى 5.9% هناك أيضا أمر مبشر بالخير بالنسبة لموضوع الوظائف والوظائف الشاغلة في ألمانيا تم الإبلاغ عن 654 ألف وظيفة شاغلة والرقم يزيد عن العام الماضي بنسبة 70 ألف يعني بالنسبة لعدد الوظائف الشاغلة ازداد الرقم عن العام الماضي هذا الدليل على أنه 2021 حصل بها تحسن نوعا ما بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للوظائف رئيس مكتب العمل في ألمانيا الرئيس الاتحادي السيد ديتليف شيل يقول أن هذه هي أول علامات التحسن بسوق العمل ولكن لا تزال عراض كورونا الاقتصادية يعني ظاهرة للعيان حتى رغم هذا التحسن أصدقائي طبعا تكلمنا عن عدد عطرنا العمل مليونين وسبعمائة ألف وظائف شاغلة 654 من أجل الإنصاف يعني سبب عدم شغل هذه الوظائف حسب المؤسسات الرسمية الألمانية هو عدم وجود التأهيل العلمي الكافي إحنا أغلبنا نعرف حسب تقارير البانف وحسب تقارير الحكومة الألمانية أنه حوالي نسبة 70% من اللاجئين الذين أتوا لألمانيا بعد عام 2015 يعني هم بدون عمل 70% منهم هذه هي إحصائيات البانف وأن أغلب الوظائف الشاغلة بالوقت الحالي في ألمانيا اللي هي يعني 654 ألف وظيفة تحتاج يعني إلى لغة قوية وإلى شهادة علمية يعني أو شهادة جامعية أو شهادة أوسبلدونك وهذا الأمر للأسف الشديد غير متوفر عند نسبة كبيرة من المهاجرين طبعا الظروف هي عديدة أول ظروف هو أهم ظروف هو يعني حسب كلام البانف أيضا أول ظروف أنه الشهادات اللي من خارج الاتحاد الأوروبي صعب الاعتراف بها ومن حصل على الاعتراف سواء جزئي أو كلي يعني ألمانيا اعترفت نعم نعترف بشهادتك ليس بالضرورة أن يقتنع بهذا الشيء رب العمل أو أرباب العمل في ألمانيا اللي شروطهم صعبة على كل الأشخاص من خارج دول الاتحاد الأوروبي وحتى يعني صعبة على ضد بعض سكان دول الاتحاد الأوروبي ومسألة ثانية أيضا أصدقائي مسألة اللغة خصوصا بأزمة كورونا وإغلاق مدارس تعليم اللغة أو كورسات تعليم اللغة أثرت بشكل كبير على المهاجرين فبعض استطلاعات الرأي الألمانية أو بعض الإحصائيات تقول أنه تقريبا عدد العاطلين عن العمل عند اللاجئين هي أعلى بأربعة مرات من ما هو عليه عند الألمان يعني بالنسبة لعدد العاطلين عن العمل لو نعمل نسبة فهذا السبب هو أصدقائي يعني هي مجموعة أسباب تجعل من يعني هذه الأمور تزيد نسبة البطالة عند هذه الفئات أصدقائي الموضوع الثاني رح نتكلم به بهذا الفيديو هي تخفيضات هائلة تحصل في ألمانيا بالوقت الحالي والأسباب هي الآتية بسبب الأغلاق طبعا اللي استمر لشهور طويلة بسبب ارتفاع الإصابات بالفترة الحالية تنخفض الإصابات بأماكن كثيرة في ألمانيا في مدن كثيرة فبالتالي يعني أصبح التسوق أكثر بكثير من ما هو عليه قبل أشهر يعني بالأشهر الماضية لما تنخفض الإصابات تقل يعني شدة الأغلاق أو حدة الأغلاق ولما تنزل إصابة تحت الخمسين وتحت الخمسة وثلاثين يعني لا تكون هناك حاجة لعمل شنيل تيست عند التسوق فالذي حصل هو لما كان لشنيل تيست الفحوصات السريعة شرط لأجل التسوق كانت الناس لا تذهب إلى محلات الملابس ومحلات الأحذية بل يعني الناس مشت حالها بالموجود عندها الآن بعد أن تم عادة فتح عدد كبير من المدن بسبب انخفض الإصابات فاللي حصل هو لاحظ المستهلكين عروض كبيرة ومنافسة كبيرة بين الشركات من أجل زيادة نسب المبيعات والتعويض عن الخسائر اللي صارت بالأشهر الماضية وحسب الأنباء في ألمانيا فإنه رواد محلات الملابس ولاحظوا أنه شركات مثل أديداس مثل شركات نايك متاجر تبيع الأحذية مثل دايتشمان ويعني متاجر كثيرة أخرى عملت تخفيضات والسبب هو يعني تخلص من بضاعة تكدست بالفترات الماضية واستغلال هذه الفترة قد يكون الفتح هو لفترة مؤقتة وقد تخرج قوانين أخرى تصعب عملية فتح المحلات وتجعل البيع أكثر صعوبة فهذا هو السبب أصدقائي لشنيال تيست الفحوص السريعة وموضوع الإغلاق والفتح اللي هو ليس فتح موثوق محلات ما تتصور أنه رح يصير الفتح لفترات طويلة أو إلى الأبد فصارت تخفيضات قد عندما تذهب إلى محلات الملابسة والأحذية قد تجد أمامك عروض 30% و50% وقد تجد لا يوجد بضاعة بسبب القبال الكثيف خصوصا في الأماكن اللي يعني تم إلغاء لشنيال تيست بها أصدقائي نيجي للموضوع الآخر الموضوع الآخر هو نوعا ما خبر حزين لعشاق القهوة كثير من الناس يستهلكون القهوة في ألمانيا ولا يستغنون عنها أبدا حتى في دول خارج ألمانيا حسب تاكس شبيكل الإخباري فأنه يتعين على مستهلكي القهوة التعمق أكثر بجيوبهم يعني يمدون إيدهم وبجيبهم أكثر حتى يطلعون نقود أكثر أو يمدون إيدهم ومحافظهم يدفعون أونلاين يجب عليهم دفع مبالغ مالية أكثر من أجل شراء مشروبهم المفضل اللي هو القهوة طبعا كل أصناف القهوة حسب تاكس شبيكل الإخباري سيلاحظ مستهلكيها ارتفاع سعرها بشكل مفاجئ وحسب منظمة القهوة الدولية اللي اسمها إيكو آي سي أو فأن السبب هو انتعاش السوق لأول مرة منذ مدة طويلة بسبب الوباء أيضا يعني لما فتحت لما انتهى الإغلاق في كثير من دول العالم خصوصا الدول الأوروبية فتحت الكافيات وفتحت المقاهي فازداد استهلاك القهوة ويعني بالفترات السابقة ما كانوا الناس يستهلكون قهوة بكثر ففي ألمانيا أصدقائي يعني طبعا ازداد استهلاك القهوة بنفس الوقت ازداد الطلب عليها والمزارع يعني مجهزة لنسب قليلة من التجهيز بسبب الإغلاق المستمر فصار الأمر مثل المفاجئة فأصدقائي في ألمانيا تعتبر مياه الشرب هي المشروب المفضل رقم واحد لسكان ألمانيا وأحيانا يعني المياه اللي تحتوي على كولنزاوة أو على مياه غازية مياه شرب غازية وليست مشروبات غازية أي بيب سي و سفن المشروب رقم اثنين في ألمانيا هي البيرة والمشروب رقم ثلاثة هي أو هو القهوة اللي تحتل المركز الثالث فأصدقائي بنفس الوقت التقارير أشارت إلى أنه عند أغلاق المتاجر في ألمانيا اللي حصل هو المستهلكين خزنوا كميات كبيرة من القهوة وازداد خزن الألمان للقهوة بمنازلهم بنسبة أحد عشر بالمئة عن ما كان عليه قبل المعمعة وقبل الإغلاق وقبل الكورونا نجي الموضوع الأخير باختصار وبسرعة أصدقائي طبعا الصين تعلن إعلان سبب هذا الإعلان صدمة للعالم ووساء الإعلان الألمانية أخذت هذا الإعلان على محمل الجد وكل الوساء العالمية الصين تعلن أول إصابة بشرية بفيروس إفلاونزا الطيور السلالة H10N3 أو هاتسن أندغاي ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت إصابة بشرية مؤكدة بإفلاونزا الطيور السلالة اللي ذكرت لكم ياها H10N3 في إقليم جيانغو وجاء في بيان موقع اللجنة على الإنترنيت أن الحالة التي تم رصدها لرجل عمره 41 عام انتقلت له إفلاونزا الطيور من الدواجن وأن خطر الانتشار على نطاق واسع هو أمر مستبعد الصيني طمئنون العالم بأن هذا المرض اللي هم اكتشفوه لا ينتشر على نطاق واسع فهم يردون يقولون على مطمئنه ارتاحوا لا يوجد انتقال لهذا المرض وقالت السلطات الصحية الصينية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة انتقال من الدواجن إلى البشر بهذه السلالة لم يتم الإبلاغ عن أي انتقال بهذه السلالة من الدواجن إلى البشر وأن أول حالة هي حصلت عندهم بالصين يعني هاي الحالة اللي هم حصلت عندهم تعتبر أول حالة انتقال لهذا الفيروس بأغلب دول العالم نتمنى أنه الصين تكون صادقة وكون فعلا هذا الكلام أنه الفيروس لا ينتقل إلى البشر ولا يوجد خطر من انتشاره بنطاق واسع وصنين هذا الفيديو إن شاء الله خدتم فكرة عن ما يجري في ألمانيا وفي العالم أجمع أهم شي عندي أنه أفيدكم تحياتي لكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة